يتعامل إزاي الأهلي مع مباراة القتن الكاموليي؟ إزاي يكسب مباراة القتن الكاموليي؟ طيب المباراة اللي هي بقود نفسي بعد هزيمة بخمسية أمام سانداونز ده رقم واحد، رقم اثنين القتن między أمامه ثلاث خطوات خطوة بين بإيده وخطوة مريش علاقة بيها خالص مباراة سانداونز والهلال السوداني في السودان مباراة القتن بالنسبة للنادي الأهلي قتل المباراة مبكرا مباراة القطن أمام الهلال السوداني فضل القطن في الجيم لأنه تقدم في النتيجة على الهلال السوداني طيب المفتاح إيه خلص النتيجة بدري بدري فرقة القطن فرقة عندها مشاكل كتير جدا جدا هنستفيد فيها دفاعيا خلص المباراة فرقة القطن استقبلت من سانداونز على ملعبها في الدقيقة 10 والدقيقة 11 هدفين واتأخروا في نتيجة 2-0 وفضل طول المباراة بيجروا وراء النتيجة وما قدروش إنهم يرجعوا قدام النادي الأهلي في القاهرة يستقبلوا هدف في الدقيقة 1 بهدف محمد شريف لما يجي نستعرض الوقفة بتاعتهم وحالة التركيز في الدقيقة 1 في الدقيقة 1 وهم بيستقبلوا هدف أمام النادي الأهلي في القاهرة يقول لك أنه حتى حالة التركيز في بداية المباراة في أقل مستوياتها تعمل يستعرض ده الهدف النادي الأهلي يسجله لعيب 1 وقف وسط 4 يرجع الخطوطين ويستلم ويسند ويرقص الرجل من غير ما يروحه وبيحط الكرة على شمال الحارس بكل أريحية طهر محمد طهر بيعدي وبيختارك من ناحية الشمال بكل أريحية فما فيش أي مشكلة عند النادي الأهلي ولو النادي الأهلي عايز يسهل الأمور على نفسه وما يروحش لنقاط القوة اللي هنتكلم عليها في فرقة القطن الكاميروني اللي هي مش كتير بالمناسبة ما يروحش للنقاط دي يبقى لازم يروح ناحية أنه يخلص المباراة مبكرا زي ما سندونز عمل في مباراة هناك لأنه فرقة الهلال السوداني زي ما قد عانت في فوزها 2-1 وكانت متأخرة والقطن كان أفضل في الشوت الأول أمام الهلال السوداني لأن الهلال ما راحش أنه يخلص مبكرا استنى وتأنى كتير جدا عشان يخلص من أخطاء الدفاعية اللي عند القطن الأهلي خلص هنا بنفس السيناريو اللي سندونز خلص بيه قدام القطن فيه جروة على نفس الملعب هدفين في أول 11 دقيقة في دقيقتين وارا بعد خلص وقتل المباراة تماما نقاط القوة في القطن تقول لي فيه نقاط قوة في القطن أنا ما شفتش طيب خليني أقولك هم بيرتكزوا على نقطتين مهمين جدا لعيب رقم 7 عندهم ده أخطر لعيبة عندهم مسجل أربع هدف البطولة لحد دلوقتي ولا لعيب الوحيد اللي عندهم بظاهر بشكل جيد جدا فيه خط الهجوم بتاع القطن الكاميروني وبيعتمدوا على الهجمات المرتدة وطول الوقت هم راجعين بيلعب على ملعبهم هم راجعين بيلعبوا خارج ملعبهم هم راجعين ما بيجسفوش أبدا أن هم يطلعوا مبكرة أن هم يضغطوا الفرق لو داهم سواء كانت فرقة كبيرة أو فرقة صغيرة سواء بيلعبوا الهلال في المباراتين أو بيلعبوا سانداونز أو حتى فيه مباراتهم أهم الأهل في القيرة وطبيعين هم بيلعبوا خارج الأرض لكن حتى على أرضهم هم بيمروا بنفس الشكلات الهدف اللي من هجمة مرتدة بتاع القط اللي قرر في دور المجموعات خمس مرات نجحوا خمس مرات بيروحوا أن هم بيعملوا هجمات خطرة في الأربع مبارات اللي لعبوهم سجلوا منهم الهدفين اللي سجلوا منهم سواء 3-1 في مبارات 3-1 أو 2-1 أمام سانداونز في جروة أو مبارات 2-1 في قلة فهم على أرضهم بيقدروا يسجلوا على أرضهم بيقدروا يسجلوا بيسجلوا دايما من هجمات مرتدة لما تيجي تبصهم هجمتهم الهجمة دي من نهايةها يا رتك بالي من أولها تاني قدام الهلال دايما هم الميزة وراس مالهم دايما يا كريم الهجمة المرتدة اللي بتتعامل لما هم ما بيقدرواش يبتروا بشكل جيد أو يعملوا سيت بلاي بيعملوا اللونج بول عندهم اللعيب رجل سترايكر مميز جدا في الاريال زكراته لو قاية عنده الاتنين الأجنحة دايما القريبين منه شكل مسلس اللي انت شفته ده الراجل بيحاول دايما ياخد واحدة الاريال وبعدين بيبتروا اللعيبة التانية تبتروا تخش انسايد ما بيفتحوش الملعب لأن هم ما بيشتغلوش على الكروسز إلا من كرات سابتة ما عندهمش التنظيم ده يعني بكمل هات الفريم اللي بعده على طول هتلاقي يا كريم الراجل ده راح ويتستاند لما اطلع له الراجل الجناح وهجب لك التانية اللي اتعملت قدام سانداونز من قطع الكرة في وسط الملعب بنفس الشكل فهم هم ميزين جدا في الكاونترز خلي بالك دي نقطة ضعف الناد الاهل في الفترات اللي فاتت كلها الاهل عندهم مشكلة في الريا في العودة لاماكن التمركز اتناストY söyleyeقول لك لما تخلص كلامك لو دي نقودة قوتهم فدي اهم نقطة ضعف فلار ان العودة لاماكن التمركز عند الاهل ففي مشكلة كبيرة جدا في الدوري في كاسا عامل قندية في بطولة افريقيا قدام سانداونز في كل المباراة الاهل عندهم مشكلة لعيب توسط الملعب الثلاثي توسط الملعب أو بصة كريمة هنا الرجل هو استنى طلع له الجناحين فتحوا معها حطاها للراجل رقم سبعة ناحية اليمين هو ده الوحيد عندهم اللي بيعرف يعمل فانشين جيد على المروى هو اللي مسجلهم كل أهدافهم سواء في الأدوار التمهيدية أو في الدور الأخير في حاجة تانية تصندهوز قبل ما نروح لشباب بلزداد والزمالة لا من الصندهوز اللي عفوا اللي جاي بقى العيوب العيوب اه في الحالة دي ترزمشين هم معي الحاجة في رقية القطن الهلالة الروح يكسب أربعة خمسة هو لازم يكسب لا ما لسه أقول لك الاسكور عشان يفتح لك اوبشن تاني لأنه الناس كلها بتتكلم يا كريم قبل ما نروح للعيوب بتاعت القطن ليه الأهلي لازم يروح يكسب ويجيب أهداف لأنه قبل بداية الجولة الخمسة الأهلي عنده يعني فارق أهداف ضده بهدف فرقة الهلالة السوداني بفرضية الفرضية الوحيدة اللي اتأهل النادي الأهلي أن الهلالة السوداني ما يكسبش إما أنه يتعادل أو يخسر ثم الهلالة السوداني هيلاعب الأهلي في القاهرة فخلي مبراطة القاهرة على جنب فالهلالة السوداني عنده بوزتف ثلاثة أو عنده ثلاثة بالموجب والأهلي عنده مانس واحد فانت لازم قبل ما تيجي تلعب هنا توصل على الأقل لرقم اثنين يعني لازم تكسب بلاس ثلاثة يعني أهلي يكسب ثلاثة صفر أو أكتر قدام القط ليه؟ علشان يتجنب السيناريو الوحيد الناس كلها بتتكلم عليه الواحد صفر بس دا؟ انت بتتكلم بس أنا أتصارش أتغلب مدروح للزمالك انت عايز واحد صفر إحنا عايزين مدير فن انها حتى عشان انت عارف اللي هو واحد يقول لك والله مشكلتي والله بس مش قادر العربية الجولف كور همين ناس وقفة في الشمس هدمود مش سنيه الهدوبيس تمام عشان لما لقاء لو قدرت تكسب تلاتة فيما أكتر فانت هنا مش مطالب إنك تكسب أكتر من واحد صفر الواحد صفر تأهلك حلو الواحد صفر أعمل عشان أنا مش عايز أرجع للقطن تاني عشان روح للزمالك وشامل يزداده وشال السؤال في صدري لإسلام عزت قبل ما ييجي فعايز أولهولو ماشي ايه تاني عن القطن فرقه عندها مشكلة كبيرة جدا في عمق الملعب عندهم مشكلة كبيرة جدا ما بين السنتور باك والباكين يعني سواء السنتر باك ناحت الشمال والباك ليفت أو السنتر باك ناحت تيرمين والباك رايت نعرض للحالات بتاعت الاهدف اللي دخلت فيهم في للوطن كلها من العمق الأهلي في القاهرة سجل من العمق سواء من الاختراق بتاعة أحمد قندوسي ورئسية سواء الكرة بتاعت محمد شريف من عمق الملعب كرة ثلاثة ألاجناب وبعدين جمعت تاني جوه الملعب سواء الهدف التاني بتاع النادي الأهلي في القاهرة التلاث أهدف من سندونز في العمق كل الأهدف بيستقبلهم من العمق عندهم مشكلة كبيرة جداً في الديفندرين الاتنين مركز ستة ومركز تمانية عندهم مشكلة كبيرة ما بيسايبين الملعب مفتوح تماماً الاتنين دايماً بيهندفوا هجمياً أو بينزلوا في قلب الاربعة في الاربعة في باس واحد بيعدي منهم الباس وبيتم اختراقهم وده في كل المباريات قدام الهلال قدام سندونز قدام الأهلي في القاهرة عندهم مشاكل كتير جداً جداً في العمق فالأهلي سلاحه بمنتهى البساطة ده ما عندهمش عاجة أصلاً شايفه شايفه مندمك معاك أو أنت بتتكلم ومتاك ما عايز يقول لك يا ابني ما عندهمش عاجة قال لك هم كموش كله كده واخذي ما عندهمش عاجة أصلاً بس لو شنك كله والقلب وكده بس إن شاء الله عايش ممكن عايش فأهم فرقة سألت الاختراق جداً من العمق وأعتقد أن كولر لنرجع تاني بقى للأهلي بعد ما نتكلم على بلوزداد والزمالك كولر مركز جداً مع العبة على الاختراق من العمق ومركز جداً مع العبة أنه النفس اللي حصل في مبارات الزهاب يحصل في مبارات العوض